ثم تقرأ سورة الواقعة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على شرر موبونة متفئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأزيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في إسجر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرضوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين جلة من الأولين وجلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هي سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعودون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحنين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحردون أنتم تجرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تبكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربونا أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقزم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمشه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تغضون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصعون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنجل من حميم وتصرية جعين إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وبعد الانتهاء من سورة الواقعة تقرأ هذا الدعاء اللهم صنع وجوهنا باليسار ولا تهمنا بالإكتار فلنستغل تطالب رزقك ولنصاقب جرار خلقك ولنشغل بحمد من عطانا ولغتنا بذن من مناعنا وأنت من وراء ذلك كله آل العطاء والمن اللهم كما ظلت وجوهنا عن السجود إلا لك فظلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وحفلنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا على التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير بجنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وعين كان وعين من كان وحل بيننا وعين أهله واطرب عنا أيديهم واطرب عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتنلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بمعمدك إلا فيما تحبه وترضاه برحمدك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان بالأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فتربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكسره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان مغبوما فأجره وإن كان ثنبا فاغفره وإن كان زيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عزرة فاغلها وبارغ لنا في جميع ذلك إنك مليك مكتبع وما تجاه من أمر يقول يا من إذا أراد جئا إنما يقول لأوكم فيقول سبحان أرضك رب العزة عما يضربون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين